النهاردة النادي الاهلي بيحقق الفوز على نادي الزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط نادي الاهلي كسب نادي الزمالك 81-66 شباب ايضا نادي الاهلي فازوا على الزمالك قبل مطش الكبار الحياة النهاردة ليلة رائعة ليلة جميلة ليلة تاريخية لرجال سلة الاهلي ليلة ليلة تاريخي لأنه ده الفوز رقم 16 على التوالي للنادي الاهلي على الزمالك في ديربي السلة الحياة رقم كبير ورقم مرعب وبيؤكد حقيقة واحدة أن الاهلي هو ملك ملوك الصلاة سيطرة تامة للنادي الاهلي والحقيقة الفارق كان واضح والفارق في النقاط بقى وصل في بعض الفترات المباراة إلى 30 نقطة فبالتالي مبروك لكل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله مباراة الاياب حتكون يوم الجمعة لو المرتبط كسب ضمانة تأهل للمربع الدهبي وغالبا حيكون المنافس نادي الاتحاد السكندري فألف مبروك لرجال سلة ألف مبروك لأوجستي بوش ألف مبروك للجهاز الفني ألف مبروك لكابتن أحمد الجرحي اللي قاد المباراة بعد طرد أوجستي بوش بشكل رائع جدا الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين كان هناك يعني ما بين أوجستي والحاكم الحاكم الحقيقة برضو هي سلة للأهلي أو نقطتين للأهلي لم يحتسبهم ولكن عموما خلينا نشوف إيه اللي حيحصل في هذا الأمر خلال المرحلة القادمة لأنه أوجستي تم طرده من هذه المباراة وكابتن أحمد الجرحي هو اللي كمل المباراة وانتهت هذه المباراة في النهاية زي ما قلت لحضراتكم بواحد وتمانين لأعتقد واحد وخمسين أو يمكن كاما جماعة ننسيت واحد وتمانين ستة وستين وبالتالي نتيجة كبيرة جدا 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 يستحقها لعبه النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر